ازن خلاص الموضوع بقى موضوع بقى مباشر يعني. نفس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت عيننا الاطراف اللي هنستخدمها بتاعة البي دابليو ام كاوتبوت. وبعد كده غزينا بتاع الاوتبوت كومبير اي والاوتبوت كومبير بي بالقيم بتاعة انا كتبتها بنفس القيم علشان تشوف الفرق على قراءة الاسلسكوب وبعد كده نفس الكلام برضو اللي عملناه المرة اللي فاتت زبطناه من الكوم زيرو اي وان والكوم زيرو بي وان وبعد كده من كونتر زبطنا ان هو يبقى الوضع رقم زي ما احنا شايفين زبطنا وضع اللي هو الوضع رقم واحد وده فيه بيبقى الدابليو جي ام زيرو زيرو هو اللي بواحد دابليو جي ام زيرو زيرو تمام ومن زبطنا البري سكيلر كمتين ستة وخمسين زي المرة اللي فاتت يبقى ده معناه ان التردد المفروض اللي هيطلع لنا مية اتنين وعشرين ونص زي ما قلنا ونشوف فكرة الفيز كورريكت ونشوف ان هما ان فيز فعلا زي ما انا وريتك في الرسم البيانة او التشارت اللي شفناه قبل ما نبدأ شرح الفيز كورريكت نبدأ نحرق الكود ده ونشوف الكلام ده على الاسلسكوب. طبعا خدت الاراة بالاسلسكوب وسيفتع على الفلاشة من الاسلسكوب زي حالة الفاست بي دابليو ام تعال نشوف ومعنا كده اول صورة خلينا طيب دي اول صورة زي ما انت شايف اللي احنا شغالين عليه دلوقتي مية اتنين وعشرين وتلاتة من عشر هيرتز يعني زي ما توقعنا من حوالي مية اتنين وعشرين ونص او مية اتنين وعشرين هيرتز اللي هو النص نص التردد اللي كان في حالة الفاست تعال نرجع كده لحالة الفاست ونشوف زي ما انت شايف تردد في الفاست كان متين اربعة واربعين ده بقى نصه مية اتنين وعشرين وزي ما هو باين في السجنل هنا التردد اكبر عدد مبينه لك ان التردد اكبر عند نفس اللي احنا بنقيس بيها طيب تعال نشوف هنا احنا بنقيس ايه موجة الحمراء دي اللي هو الخارج البي دي ستة اللي احنا كنا زبطينه على مية خمسة وتمانين طيب كامل بتاعه بتاعه الديلتا اكس تمانية وستاشر تمام كده تمانية وستاشر ده الديلتا اكس او الكارزر اللي انا زبطهم هنا دول تمانية وستاشر من مية ميلي سانية طبعا ده ضعف اللي كان فين في حالة الفاست صح كده البيريد انا ما يهمنيش بقى البيريد لان دي ليه علاقة بالتردد انا اللي يهمني هي نسبة نسبة الاشرة الان قدي ايه بالنسبة للتوتل تمام يبقى انا التوتل اللي معايا تمانية وستاشر من مية تعال نشوف الصورة اللي بعدها هاخد الان بس الفترة بتاعة الان هيس من هنا بس كام خمسة ستة وسبعين يبقى انا كده هقول خمسة وستة وسبعين من مية على الحالة اللي فاتت اللي هي تمانية وستاشر من مية. يطلع لي سبعين ونص في المية. طلع لي سبعين ونص في المية. وده احنا متفقين على كده من حلقة فكده مزبوطة. تعالى ناخد السيجنال اللي بعدها اللي هي خمسة. طبعا انت ملاحظ ايه? ملاحظ ان فيه شوف تعالى من المنتصف وبص عليهم. هتلاقيهم تحس ان هما بدأوا من الخط اللي بيقسمهم نصين وواحدة زادت يمين شوية وشمال شوية وواحدة ايه? اقل منها. يبقى كده هما مع بعض. بص هما مع بعض. على عكس بص هنا لو جيت اخد الاشارة من المنتصف هلاقيهم مش مع بعض. تمام? هلاقيهم مش مع بعض. وهو باين ان هما مترحلين عن بعض اصلا. تعالى نرجع تاني للسيجنال اللي تحت السيجنال اللي تحت بنفس التردد مية اتنين وعشرين هيرتز. تعالى نشوف الدي اكس او دلتا اكس بتاعتها كاملة تمنتاشر تمانية واتناشر. ونشوف بتاع السيجنال واحد وستة. فهقسم واحد وستة. على تمانية واتناشر. هيطلع لي تسعة عشر وسبعة من عشرة في المية. تمام? عوالي تسعة عشرين في المية يعني زي ما اتفقنا برضو قبل كده. اللي هي تكافئ النسبة اللي احنا حطينها للاوتبوت كومبير خلاص. يبقى احنا كده اتأكدنا من كزا حاجة في الفيز كوريكت. اتأكدنا ان هما بيبقوا ان فيز زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. واتأكدنا ان هو بيبقى نص التردد في حالة الفاست. تمام? دول الحاجتين الاساسيين اللي اتأكدنا منهم في حالة الفيز كوريكت بي دابليو ام. بكده يبقى تطبيق الفيز كوريكت انتهى. وكده خلصنا كل تطبيقات الطايمر زيرو. ان شاء الله من المرة الجاية هنتكلم على تطبيق سريع في الطايمر وان. بالنسبة لاوضاع النورمال مود والكلير تايمر ان كومبير ماتش مود. وهنبدأ نشوف ان في وضع مختلف هيبدأ يظهر معانا في طايمر وان وهو حاجة تسمى الانبوت كابيتشر والانبوت كابيتشر ووظفتها الاساسية هي ان هي تلتقط اشارات من برة وتبدأ ان انت تحسب الطايم بتاعها وبالتالي تحسب التردد بتاعها. كمان ان الطايمر وان يمثل ستاشر بالتايمر وبالتالي اعلى يعني من صفر الخمسة وستين الف خمسمية خمسة وتلاتين وليس من صفر الانتين وخمسة وخمسين وده هيدي لك اكتر في اختيار الارقام بتاعت البي دابليو ايم. كمان نظام العد هيتح لك ان انت تعد يعني مسلا التطبيق اللي كنا بنحاول نعمله في الاول خالص اللي هو يعمل لنا توجل بعد ثانية. ده هيتعمل بسهولة باستخدام لانه سعته اكبر. تمام? بكده انتهينا من وبالنسبة برضو هنبقى نعمل على نوع يعني ممكن نتكلم عليه جزئية بسيطة لانه زي 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 تمانية بيت برضو بس اختلافات طفيفة جدا. ان شاء الله في الجزئية دي هنتكلم عن الانبوت كابتشر لطايمر وان. طايمر وان هو عبارة عن ستاشر بت زي ما تكلمنا قبل كده عن وشرحنا بالتفصيل زي بالزبط نفس الكلام نفس النورمال مود برضو بينقسم لاوضاع في النورمال مود في 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 ولكن في برضو وفي الكلام ده كله يزداد عن في حاجتين او خاصيتين مهمتين اول واحدة انه واسط تشر بت يعني انه واسط تشر بت فحالة التمانية بت احنا كنا بنقول اللي بيسع او العد من صفر لحد امتين خمسة وخمسين يعني امتين ستة وخمسين عدة تتم من خلال الطايمر زيرو او الطايمر اتنين بما انهم اتنين طايمر العرض بتاعهم تمانية بت بالنسبة بقى لطايمر وون فهو ستاشر بت يعني ضعف الطايمر زيرو والطايمر اتنين وده يعني انه هو هيكونت من زيرو لحد خمسة وستين الف وخمسمية خمسة وتلاتين يعني خمسة وستين الف وخمسمية ستة وتلاتين هتم من خلال طايمر وون ده يديني صلاحية لايه ده يديني صلاحية ان بتاعي يبقى افضل تمام وان انا اغطي اكبر من بتاع التمانية بت يعني التمانية بت كان في حالات كتيرة اما كنت اجي اعمل الشهيرة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هو اكبر رقم يقدر يشيله الطايمر مينس مقسوم على مقسوم على اللي انا محتاج ان انا اعمله كنت لما اجي اعمل احاول اعمل ثانية او ثانيتين او ثلاث ثواني او اربعة او كده يعني ثانية في ما فوق ما كانش بينفع كنتش بعرف اعمل القيم دي باستخدام التمانية بت في الستاشر بت الكلام ده هيتم بسهولة مفيش فيه اي مشكلة تمام لانه ساعة اكبر وبالتالي زي ما قلتلك هيسع قيم اكتر في الحقيقة مش هي دي بس الحاجة اللي تميز في حاجة تانية وهي مهمة جدا تميز وهو وحدة التقاط الاشارات طيب من اسمها وظيفتها ايه الوحدة دي طيب مبدئيا قبل من ما نتكلم عن الوحدة دي هندي مثال على الستاشر في الاخر بعد ما نتكلم عن تمام يبقى الجزئية دي او الحلقة دي هنتكلم فيها عن ونغطي موضوع بالتفصيل لانه هو ده اهم موضوع يهمنا في وزي ما هو باين داتا كوين وحدة داخل الحاجة اللي معمولة بالجري باللون الرمادي دي برا وحدة الحاجة اللي معمولة عادية يبقى دي داخل وحدة او مكون من مكونات عناصر وحدة. بيتكون من ايه? الفكرة كلها في الجزئية دي. تعال كده نيجي هنا في الاول. هنلاقي في هنا ده او المقارن ده بيتم ضبطه بناء على ده عبارة عن بت بتزبطه. البيت ده بياخد قيمة. ياخد قيمة يبقى. يبقى على القيمة التانية هو عبارة عن بت فبياخد يا زيرو يا واحد. مسلا زيرو تمثل الواحد يمثل تمام? يعني هنشوف القيمة بتاعته بياخد كان بالزبط يتطلع ايه? يبقى ده اللي بتزبط من ه القيمة بتاعة الخارج ده. تمام? طيب انا في حالتي هنا هبقى محتاج ايه? هبقى محتاج ان انا اشتغل على البناية. بناية او الانالوج هو بيشتركه في نفس البناية. بناية البي بي زيرو. تمام? يبقى الطرف البي بي زيرو هو بيشترك ليه وظفتين. يا اما يشتغل ايمبوت كابتشر يا اما يشتغل الانالوج كومباراتور الانالوج كومباراتور ليه علاقة بالانالوج ديجيتال كونفيرتر مش هنتكلم فيه. يبقى حالي يهمنا وضعية الانبوت كابتشر بن. طيب خلاص يبقى انا كده خدت السيجنل اللي جاي على الانبوت كابتشر بن. طيب يبقى ده معناه ان الافنت اللي انا هتابعه او الحاجة الاشارة اللي انا هتابعها هتبقى جاية على طرف هاردوير بن زي ما هو باين كده اللي هو البي بي زيرو اللي هو الخاص بالانبوت كابتشر بن ومش اي بن. تمام كده? طيب الاشارة دي مش لازم يبقى فيها حاجة مميزة. تمام? حاجة مميزة بتميز الاشارة. يبقى انا كده علشان الاشارة لازم تبقى اشارة صح كده? هي دي الحاجة اللي بيعرف يتعامل معها. وهبدأ الاشارة دي يا اما في يا اما في يبقى دول الوضاعين المتحين لان انا فيهم الاشارة اللي جايالي. بعد ما عدينا من اختيار الخارج بتاع البناية او وظيفة البناية من هنا هندخل بعد كده على الجزئية اللي بعد كده اللي هو دي عبارة عن حكاية كده هاردوير بتتم علشان تفلترلك الاشارة. طريقة كده او ميكانيزم قديم جدا لفلترت الاشارة. طب بيعمل ايه الميكانيزم ده? الميكانيزم ده كل الهدف بتاعه ان هو خلال اربعة تمام? بيتأكد ان الاشارة ما اتغيرتش. يعني بص من الاخر بيعمل بس بطريقة هاردوير. طيب بعد كده مرحلة اللي بعد كده ده بقى اللي بيكتشف انت دلوقت انا عندي ولا ولا ايه النزام بالزبط. تمام? طيب لو انا جالي مثلا وانا ظابط على ده معناه ايه? اول ما يحصل هبدأ ده وابدأ عن طريق ايه? عن طريق ان الفلاج بتاع هيطرفع يعني الفلاج هيبقى بواحد لان انا خلاص عملت وانا مزبوط على تمام? فهيرفع الفلاج بواحد وده معناه ان هو هيروح يشوف لو فعال بتاع هيبدأ يروح يحقق الانترابت. لو مش متفعل خلاص هيرفع الفلاج وما يعملش اي حاجة. فالطبيعي ان احنا يعني مش هنستخدم واحدة من غير ما نفعل لها الانترابت. تمام كده? فهنبقى نفعلين الانترابت او الفلاج بتاع الانترابت الخاص هيبدأ الفلاج هنا يترفع وبعد كيه يروح ينفز الانترابت سيرفز روتين. طيب في حاجة بتتم تلقائيا داخل الانترابت سيرفز روتين انت ملكش اي علاقة بيها. وهي ايه الحاجة اللي بتتم بشكل طلقائي دي. ان هو اول ما بيه كابتشر رايزنج ايج او فولنج ايج بيروح رايح الانترابت سيرفز روتين بيروح نائل محتوى التايمر كاونتر ريجستر حطه في ريجستر خاص بالامبوت كابتشر يونت اسمه الاي سي ار. ايمبوت كابتشر ريجستر. الريجستر ده ستتاشر بيت واحنا قلنا ان التايمر ده ستتاشر بت ده يعني ان التايمر كاونتر ريجستر العرض بتاعه ستتاشر بيت. هيروح راح اخذ العرض ده هيروح اخذ القيمة الجهو الطايمر كاونتر ريجستر ويروح حططها جهوا الاي سي ار خلاص هياخد اللو. وهياخد الاي اللو بايت والهاي بايت. طب هو ل victory قسمها لي هنا تمانية بت وتمانية بت. ليه ما اتعاملش معها الناس ستاشر مرة واحدة لستاشر بت. احنا بتاعنا اسمه تمانية بت مايكرو كنترولر. ده معنى ايه? انه في الواحدة ما يقدرش يعالج غير تمانية بت. ده معنى تمانية بت.